ها هل أنت جاهزة يا عائشة؟ نعم يا أمي إذن لنبدأ بعمل الكعكة سأضع الدقيقة والبيض والسكر وأقوم بخفقهم ثم أضيف الحليب أو الماء إلى الخليط ثم أسكبهما في هذا الوعاء أو هذا وفي النهاية أضع العجين في الفرن حتى ينضج أحسنت يا عائشة ستصبحين طاغية ماهرة مثلما أصبحت ماهرة في استخدام حروف العطف بالطبع ولكن هل يمكنك أن تذكري لي تعريف العطف؟ بالتأكيد العطف هو الربط بين كلمتين أو جملتين في الحكم والإعراب باستخدام حرف من حروف العطف ممتازة ويسمى العطف بأحرف العطف عطف نسق أي موالات وربط ويأتي حرف العطف بين المعطوف عليه والمعطوف أحسنت وماذا عن حروف العطف؟ هل تتذكرينها؟ نعم فحروف العطف هي الواو أو ثم وهناك أيضا الفاء لا حتى أنا أعلم أن الواو الفاء ثم تستخدم في الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ولكن تستخدم الواو دون مراعاة الترتيب الزمني والفاء يراعى فيها الترتيب والتعقيب وتستخدم أو في التخيير أو الشك وتكون للتخيير إذا كان قبلها جملة فعلها فعل أمر على الأرجح ولا عند نفي الحكم عن المعطوف مع إثباته للمعطوف عليه وحتى تفيد انتهاء الغاية إلا أن العطف بحتى قليل ويشترط فيها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا وأن يكون جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه ويكون مفردا لا جملة أريد منك بعض الأمثلة للتوضيح يا أمي بالطبع فمثلا أضيف الحليب أو الماء إلى الخليط جاءت أو للتخيير بين شيئين وإذا قلنا أضع العجين في الفرن حتى ينضج جاءت حتى لتفيد انتهاء الغاية لاحظت من الأمثلة التي ذكرتيها أن المعطوف والمعطوف عليه جاء اسمين صحيح فللعطف حالات مختلفة منها عطف اسم على اسم مثل قولنا سوف أزور محمدا وأحمد وماذا عن الحالات الأخرى؟ عطف فعل على فعل ومثال على ذلك أعجبني وأدهشني منظر الحديقة وعطف جملة اسمية على جملة اسمية مثل الحديقة منسقة والأتجار مثمرة وأيضا عطف جملة فعلية على جملة فعلية مثل يزرع الفلاح أرضه ثم ينتظر نمو النبات وكذلك إذا اشترك الفاعل مع فعله في العطف يكون العطف عطف جملة فعلية مثل وقف وخطب الإمام وفي جميع هذه الحالات يتبع المعطوف المعطوف عليه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا أليس كذلك؟ أحسنت لقد أصبحت ماهرة حقا في حروف العطف ألم أقل لك؟ الآن هيا لنكمل عمل الكعكة ولكن لخصي ما تعلمته اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم العطف هو الربط بين كلمتين أو جملتين في الحكم والإعراب باستخدام حرف من حروف العطف حروف العطف الواو الفاء ثم أو لا حتى حالات العطف عطف اسم على اسم عطف فعل على فعل عطف جملة اسمية على جملة اسمية عطف جملة فعلية على جملة فعلية الإعراب المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا الألم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة